سابرين اليوم عنا ثلاثة ملفات باش نحاول انو نتناولها اتباعا ملف اقتصادي باش نتناول فيه واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطى الملف الصحي ايقاف توزيع الادوية بالجملة وملف الفلاحي بعد قليل مع سي فوزي زييني نحكيه على السرقات الاخيرة اللي طالت بعض الفلاحين وتأثير هذية في سلسلة الانتاج اقتصاد نحكي ومعظيفي حاضر بحدنا سيخ مايس عطية مرحبا بيك اهلا وسهلا دونك انت رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطى قبل كل شي حمد الله على سلامتك اهلا وسهلا عايشك ونعرف اللي كنت مبرمش دي بحدنا من الأسبوع اللي فات لولا نزلت البرد لباس تواسيخ مايس الحمد لله حمد لله حمد لله حمد لله شكرا على استلافة يا عايشك سيخ مايس اليوم نحكيه مرة أخرى المؤسسات الصغرى المتوسطى والتي تعاني الأمرين دو بويد دوميالونز المؤسسات الصغرى المتوسطى راهي كنقوله هي كلمة صغيرة ولكن رغم 820 ألف مؤسسة معناها 820 ألف باتونتي باللغة العامة اللي عنده بيتين دا راهو يدخل في المؤسس الصغرى المتوسطى والحرافيين دك هي العمود الفقري سيخ مايس للاقتصاد هي في العالم الكل نحن كنقوله 820 مؤسسة بالنسبة لتونسي يتمثل 27% من الاقتصاد الوطني وهي في العالم الكل هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني هذا عددية نحن نحكيه وهذا أهميتها في ضخ الاستثمارات للاقتصاد يعطيك الصحة اليوم ملقاش حتى مستدر المؤسسات هذه راهي تعاني الأمرين دو بويد دوميالونز من الثورة لليوم وزادت معناها جائحة كورونا جائحة كورونا راهي المشكلة الكبيرة اللي يتمثل القوى القاهرة كنقوله راوسي فرص ما جار معناها شكون في العالم عمل حساب الكورونا حتى واحد مالوريزمون في العالم الكل لقاوا حلول والقاوا سند المؤسسات هذه بويد دوميالونز بيش تنقض اقتصاد البلاد اللي في تونس معناها في تونس اليوم معناها بويد دوميالونز معناها بويد دوميالونز ما قدلوش بالتصريح الجيب أياه بأن جيتك ساعة واحدة واحدة عنا مئة وعشرين ألف مؤسسة أفلست نهائيا واربع مئة وعشرين ألف مؤسسة أفلست نهائيا واربع مئة وستسين ألف على حفظة الفلاس تعليقات على الرقم هذه يا ساعة رب تلبي اللي كنت تحكي فيه كانت شوف لشيفر تعليق ناس اللي هما أصح من هدوما أكبر من هكبرشة أنا قدلك احنا ثمان مئة وعشرين ألف مؤسسة 43 فاصل ما قدلوش بتستريح نتاع مينة فلسو فما نقوله فلسو رأي أصحابها ما هيش في وضعية سليمة اليوم رأي السجون تعجب بأصحاب المؤسسات الصغرين والتوسطة من الأجل الصقوق بدراسيت هذا اليوم وقتنتي في الكونفينمان في مارس 2020 سكرت مطاعم سكرت مقايز سكرت مؤسسات معناها أفرد معناها بقوة القانون إغلاق المؤسسات رأي ناس عندها دي سنجاجمون فيكس دي سنجاجمون منسيال عند دي شاك وستركلات بخير سيخ ميس احنا خلينا نكونوا عمليين ونترح لأنه نطرحناه لحقيقة الأسبوع اللي فات ونعاود لحساسية وخطورة وأهمية الملف هذه وثقلوا على الاقتصاد التونسي اليوم هل كان بالإمكان أفضل مما كان ربطا بتجارب مقارنة وسيتك ذكرت تعاطي الدول أخرى مع نفس الوضعيات اللي هي كانت عالمية يعني مست الناس الكل كان بالإمكان وقدمنا حلول احنا من الأسبوع اللول من الحجر الصحي الشامل في مارس 2020 رأنا قدمنا اقتراحات وقدمنا قابلنا مستشيرين في يوزا متنثلة في شنور معناها اقتراحات في قوانين معناها تنقيح قوانين كما قانون الفصل الربعية وحدش في مجال التجاري قانون شيكات ما قلناش يعطيونا احنا تطور ما قلناش من الدولة قلن يعطينا فلوس اليوم ما تنجمش اليوم على مؤسس صغيرة ومتوسطة ما تنجمش تخالص سيدات متاحة وقت الدولة في حداتها غير قادعة تزيو ديونها كيفش تنجمش تنجمش من أنت يا صاحب مطعم ولا فلح صغيرة والصاحب أطرية العتاري اللي محلوكو اليوم يشكي اليوم اللي عنده لحليب لزبدة لعنده لتائلة لعنده لستكل ما عنده حاجة شي نسكول تشكو تبكي نسكول المادة بسجون اليوم رانا حلقة رانا ستون شي نحنا بش نعطيك وضعية بريديك عندي ملف من الملفات في المكتم بتاع المتحدة المتحدة المستدسون فما شيك فيه ميل دينار يدور على حداش المؤسسة اللي هو مبلغ اللي هو مبلغ موسكبي ألف دينار اليوم يعني نقولوا مكبور عليه بتشوفوا الوقاية في نوصل الفوريستير يقول لك من فضلك تلمان بش نوريك مضعية اقتصاد الهش معناها منظومة اقتصادية بش ما نقولش فاش لا ما غير ناجعة اليوم ألف دينار للصاحب مؤسس مش فيه خلاص المزود يقول له ربي يعطيني شاك بورتير فيهم للدينار بش هو شاك بورتير ما فيهش اسم صاحب المؤسس هذيك المستفيد بش يعطيه الواحد ياخر الواحد يحو معناها شاك فيه ألف دينار يدور حداشي شاركة ربسيقرات معناها وفي الأخر يرشع شاك أم بي تعالشو معناتها يعني حداشي شاركة تدريين بش خلصوا أم بردوي معناها مليون قيمتو الإجراءات الأخيرة في خصوص الشركات دون راسية حالة الإشكال ما حالتش الإشكال معناها بسيس أمل سيد رئيس الجمهورية برك الله فيه نظرة صغيرة ما عمليش نشوف أول حاجة نحب نقول أحنا صحاب مستيد صغمت وسط رانا من المساندين مسار 25 جوليا ورانا اليوم 25 جوليا كنا في الصفوف الأولى في ساحة باردو كنا معرضين الخطر في حكومة السيفق وكل هذا كله من أجل التغيير من أجل الإصلاح ولكن سيد رئيس الجمهورية نحب نوصل المساج اليوم رأي صحاب مستيد كلها متقلقة ومتضيقة ومالقاتش حلول ناجعة رأوا اليوم ما يجب تناشحة جديدة أعمل سيد الرئيس عفو تشريعي عام هو يقول عفو تشريعي عام لكن في الحقيقة عفو تشريعي على الخطايا فقط وصالح هذا العرض حتى الـ 31 ديسمبر 2022 بالمناسبة نطم سيد رئيس الجمهورية التمديد في هذا الأجل خاطر 3 بياتو خلينا سأع هل قادرين بعض أصحاب المؤسسات أنهم يخلطوا على الأجل هذه لا مش قادر نحن اليوم 6 ديسمبر ما نشخلطين ما نجموش ما نخلطوش رغم أنه نظر النيل كتفائل كمبادرة فيها التفائل فيها فرصة أخرى فرصة إضافية تريبوني دي المدة المدة صغيرة المدة صغيرة رأي كنقولوا عفو على خطايا من العشرين وعشرين وثلاثين واربعين في المائة رأي مقاولين مسالة معناها عندهم ديشات كسكولاتيون 500 مليون 600 مليون كيف نقولوا عشرين في المائة كيف هي الجدولة اللي تقترحوها أنتوما واللي برأيك تنجم تكون بديل يعني يول خلينا نعطيه البديل للإنقاذ طبعا نطلبوا مساعدة جمهورية التمديد في هذه الأجال معناها على الأعفاء الخطايا إلى عندك صقص على الأقل ستة أشهر يعني السوداسية الأولى يعني جوان 2023 مثلا نصو خطر نطلبوا السلطة التشريعية جديدة بيش نواصف الموضوع على الفصل 111 من الجالة التجارية ويجب تنقيح هذا القانون فصل 111 من الجالة التجارية هو قانون شيكات قانون كما قلت بيش ما نقولش فاشل غير ناجع سينولة استاتيستيك اليوم كما قلت لأصحاب مؤسسات معناها من الأجل داي نتعاقد تلقاهم في السجون المؤسسة نتاعه مغلقة هو في الحبس عايتهم الشردة الدولة تدخل في الموقع جانية تقسر وقت انت اليوم مؤسسة ما تخلصش أدائيات من مش نقل الدولة من مش تخلص بليدات المتاح وكل راهوا لازم مؤسسات السجون المتوسطة دي لازم ننقضهم مؤخرا كنت موجود سيخ مايس مع الحوار اللي كان في مع الحكومة مع سيدة بودن وكل الأطراف المتدخلة لأصوال الفات ولكن نحن كانت عادنا برنامجنا وقاعدين عادنا نستر احنا ونطن دون السلطة التشريعية عارفين احنا توا خطر حلول مرقعة اي اي الاراء هذه تم إيسارها سيخ مايس يعني حبيت نقوله اليوم انتوما سلطة ضغط وصلتوا هذا يعني وصلتوا موازن تجلسوا على نفس طاولة الحوار كل يوم احنا بقى في جوابيتنا رو ونطن دون كما قلت لك احنا ما نحبوش حلول ترقيعية ونطن دون تعمل رونوباسيون العمارة العرص متاحها خايخة فما حاجات بش نتفهمك شوية ونقدره بش نتفهم سيخ مايس ولكن مضطرة نسأل برشا أسألها بش نورح الصورة من زواياها الكل انت تقولي اليوم قوانين جديدة تعرف انت لمسألة التشريعات مهمة أكيد وتحل الاشكالات من جذورها ولكن انت تعرف اللي احنا وانت ذكرت السيدك على ابويب انتخابات تشريعية دونك الانتخابات التشريعية هذية شوف وقتاش بش هما معناها ينجموا يوصلوا للتشريعات تعرف فما حي الزمني وانتي تحكي على من هوني لجوان 2023 دونك كيف كيف يتغلتوا للأجيل ومازال مع ناشط التلقيحات هذية النجم نحن نرى الموضوع عمتال هذه انكور دي جاء رأوا في الصوت التشريعي اللي تعديت بلاي بش من الضموش رأوا كنقولوا احنا كنا في 25 جويلة من الصف الأول وكنا كونتر مجلس النواب كنا نحبوا مظومة جديدة رأوا ما كانش النواب كلهم ما وش قاد يخص في الوطن رأوا معناها اللي يعطاه اللي كل ذي حق حقه رأوا كان نفهم النواب شرفاء ويخضب من أجل مصر العام ومن أجل الوطن مش موضموش الناس لكن لمجلولتي للأسف رينا دانيار موها في المصرحة ولا معناها مصرحة مجلس النواب وعلى ذلك نطلبنا بالتجديد وبالإصلاح وكل شي عنا قانون هنكور وديار وتعدى بالأغلبية على مستوى الاجتماعي العام والقانون الشيكات هذية جوست بش عاد الجلس العام وقانون العادي متالب في 73 سوط وقتها كهو بش يتلقح القانون نحن بش نواصل موضوع هذية هذا على رأس القائمة طلبيتكم مطالبكم هذي أولويات كنت نحكي لأنك بك لأنك بلاش ما عشك إن شاء الله يفهمت كيقود الشيك فيه ميل دينار دار على حديش المؤسسة معناها اقتصاد وهمي اقتصاد فارغ يعني حديش المؤسسة مانتونش مليون يعني وفي الإخلاء يرجع شيك مبي ما معناتها يعني معناها المؤسسة تتعامل تبقييمة حديشنا لدينار وورقة شيك فيه مليون وفينا المؤسسة معناها فميش نصيد في البنك إيش معناتها هذي اقتصاد وهمي رأوا بتنقيح خانون الشيكات رأوا نقضيه على الاقتصاد الوهمي ونقضيه على الاقتصاد الريع وندخلوا المنظوم الموازي في المنظوم المنظمة والدولة وقت تدخل الفلوس ونقضي اقتصاد البلاد معاك أنا ولكن رأنا نحكيه على مرة أخرى نذكرك بالتاريخ الآن 6 ديسمبر وآخر أجل لتسديد الخطايا هذي 31 يعني هل ما عش نحب رأيك لنا مش نتغير الأوضاع من هوني الـ 31 مش نلقاو ناس تتجاوز مرة أخرى الأجل هذي وتطروا حتفطة إلى القانون هل نعود مساج سيد رئيس جمهورية تمديد في هذا الأجل على الأقل 6 أشهر قدام بش نجمه وننقضه ما ينقضه ما ينقضه سينوه بش نعوده ونغرقوا من جديد في المشاكل وخطايا وفما شكون انخرطت زي دخالي نعطيه من الأوجه الكل الحقيقة اليوم فما شكون مؤسسة صغرى ومتوسطة انخرطت فيها البرنامج هذي طبعا فما شكون وصددت في الأجل ولا مش يصدد من هنا الناس عند النية وقعد تخلص وتطروا تنرجم وزارة العدل سلوان للمشاكل والبنك سنترال ترجع لستاتيتيك فما ناس قاعد تخلص فما ناس بادرتين تحب تخلص بقية لدي ما هيش خائبة من البرنامج لا تكفيش من الـ 30 ديسمبر نحن طالب التمديد على الأقل 6 أشهرين في تأخير قضايا الشيكات والجيبايا والسينسيس كتيرا وانا تنضع نوصو يدخل المزجز جديد باش نجموا في تشريعات الجديدة نحاولوا نقحوا القوانين البالية والفاشتة اللي مرقاش حتى نجاع يعني طيب اليوم انتوما يجيوكم يقصدوكم صيخ مايس لأنه اليوم من المفروض نعود نذكر انتوما سلطة ضغط زيدا وانتوما حامين زيدا لهالشريحة الكبيرة اللي وراها عائلات ما نحكيوش كان على أصحاب المؤسسات رو نحكيو على نسيج كامل هنا وصبغة الاجتماعية للمؤسسات هذه صغرى والمتوسطة اختي ناس أنا اليوم كيف نقول على قانون الشيكات وقانون مشاكل وكذا كذا رأوا أنا في نفس الوقت نطلب ديما ضمان حق المستفيد رأي المعاملات تجارية بين تجار وشركات رأي ستينشين كنت نحل حلقة كل شيء يتيح في الماء انت حكيت على الشريك نرجعت لك بشتحكيني فقط على البنك المركزي ودوره وكيفاش ترى انت دوره في عملية الإنقاذ ولكن خليني ناخذ الأولوية ديما اللي زملئنا في العبرة تقنية ستريمينج خالد معنا مباشرة خالد الياقوبي سيخ مايس نرجع لك حلقة مهمة هي تعاملكم مع البنوك ويظهر لي هي أيضا عندكم تحفظات عليها في الفترة السابقة ولا حتى في الفترة هدوية والله البنوك عندنا تحفظات على البنوك على البنك المركزي المنظور البنكية بصفة عامة احنا نتوى نطالبه بالمراجعة للمنظور البنكية في أولوية الأولويات قطر البنكة هي مؤسسة تجارية مالية هدفها الربح مثلها مثل مؤسسة الكل ولكن اليوم بقوة القانون الدولة تفرض تحمي البنكة بقانون مفروض عليك اليوم تفرض عليك التعامل مع البنكة وقت تقول لك أنت اليوم عندك فاكتير كده باس ترميل دينار دوائتر بيه بارشيك وقال البلو معنى ها أنيويل دوائتر سيطفي معنى ها جيستفي بار الاكتري بانكير دوائتر هنا أراه وقال لك أنت صاحب مؤسسة لازم تكون شاريك مع البنك مثل لشنا شاريك مع البنكة اليوم أما البنكة اليوم راه يدخل في الربح خارجة من الأخصارة اليوم ما لقناش حتى سند مش هذا مفهوم الشراكة على الأقل يتمحوله مش هذا ينصير ما لقناش سند اليوم في جائحة كورونا أنت تمشي تطلب انكريديم البنكة يقولك عطيني زيبوتاك عطيني لجارانتريال عطيني لإيقواصيون البرسونيل نحن جاعدنا هدايا رانا بيعنا ورانا خلصتنا ورانا منها دبرنا ريوس نقولو عنا باللغة باللغة الدرجة بار كونتر في جائحة كورونا حلوا ديني دي كريدي للمؤسسات للدرر قدموا 12 ألف واش مطلب خذوك صوفك 400 واحد بما فيها مؤسسات كبيرة بل فائد بذلك الأسماء فاما مؤسسة خذية مليار المؤسسة خذية مليار ما هيش في حاجة للكريدي فهمتني اللي قدروا خذية مليار ما هوش في حاجة بشي يخوه 200 و 300 ألف دينار ما هي معينيش بشي يقولك على البنك المركزي 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 أكبر أكبر أناها مشكلة عمل هنا للمؤسسات نحن في أول في حكومة الفخفاخ اصدر المرسوم مرسوم معناها يقول يتعلق بتعليق الأجيال والتقاضي والشيكات والمشاكل كل المرسوم هدايا اصدر في الرئيس الرسمي لدسات عبريل 2020 لم يتم معناها لم يقع معناها تطبيقها في الأبان معناها السيركولير وصلوا للبنوك من طرف البنك المركزي لدسات ماي والكنز ماي يعني بعد 28 يوم 28 متاع ويصير أصحاب مؤسسات دخلوا في الانتردكسون الشيكي الشيكات رجعت والليوم والليوم أن نتحدى أي واحد في السلطة البنك المركزي والأي سلطة معنية يجاوبني على السؤال هدية ملقاوش حل يعني ما شافوش حل معناها تسلطوا معناها تعصفوا على المرسوم حكومي تعصفوا عليه البنك المركزي وحتى المواضفين ما نحكيش على التجار وقت يخذيه عملوا رابور بوليكريدين تاحم رب أعطيلي خلصوا دي فناليتي عبارة واحد خطايا إضافية حق الرد مكفول للبنك المركزي مستعدين نحن يجاوبون وإحنا في نقاصنا ديما نجده في البنك المركزي نجده في البنك المركزي نجده نفس المساحة الزمنية عندك قوس أخير نختم بي عندي أكويس قوس فقط قوس 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 عدنا برشا مشاكل عدنا مثلا المعامل متاع الكوسميتيك موضة التنظيف وتجميل عدنا بلوس كو دميل معناها يزين منتصبين في خارج المناطق الصناعية ولكن عندهم رخصة من صناعة البلد تزود بالويد الكيميائية وقاعدين خلصوا في الأدايات يعني نشوف والله معناهم منفرقات طيو أنت يقابت أو أين أبت يعني صالح أو ليس صالح إذا أنت ليس صالح كيفاش قاعد تخلص علينا في الأدايات وكذا ما يعني ليش الناس هذومة يجيوا يعطيهم شروط تعجزية يقول له لو عنه ستة شهور كل واحد ديليل تعالش وتعطينا إشهات الوقاية إشهات الوقاية دي معناها شبه مستحيل خطر هو دي جاء ينصلي في خارج المنطقة الصناعية اليوم المثال المثال العظومة رامي خدموا في ألاف العائلات هما زين وقاعدين عندهم دي زنجاجمان عندهم ماتريال عندهم دي شي كونسيكراسي عندهم كمبيلات يطالبوا المعنية يشوفون معناها في زونة دي سريال أحنا مع النظام مع القوانين مع النظام منظم يشوفون معناها تسهيلات يبنون معامل كسوان يشريه ونخلص ونخلص معناها المهم يوقف اليوم على رخصة تعجزية هذا هو هذا القوس الذي حلته إن شاء الله يكون الرسالة وصلت مضمونة الوصول لمن يهمه الأمر عندي خمسة سالسيب وانتصيب بما أن نجبط موضوع البنكة قوص صغير ما تطولش عليك البنكة تزيد كيف من ناحية الإدارية اليوم أنا عندي ملف في الاتحاد المسجد الصغم المتوسطة صاحبة مؤسطة يرجعون لها ديس شي كان بيهي خلصوا قبل الأجال قبل ما يتعديون المحكمة قبل 90 يوم خلصوا وعندها فيما يتبط منها في الليكس المتاحة وإذا بها تلقى روحها محكومة بالسجن على مستوى المحكمة تمشي للمحكمة تقولهم تلبهم البنكة يجب تعمل اعتراض السيد وكال الجمهورية تمشي البنكة سيد وكال جمهورية تقولوا لأننا نعطيش كنت منها ثلاثة اعطيذارات حالة خصوصية ليا سيد وكالجمهورية حالة خصوصية هي حالة نحب نحكي على وضعية تعامل لأنه من الهدي فهو مبرشة المرأة محكومة بالسجن صعبة مؤسسة كيفاش تحل وقت تعمل الغلطة اليوم وتقول لما نعطيش ثلاثة اعتراضات خطر السيد وكالجمهورية يطب تروازي كهوة ما ذنب الحريف ما ذنب صعبة مؤسسة مرأة كانت فم دفير تصبح تلقى روحة ما يكون بالسجن وغدوة احنا اللي همنا في القوص هذية الاخيرة اللي افتحته سي خميس انه نتحدث على وضعية عامة حتى لو كاننا نطلق من وضعية خاصة لأنه اكيد والتمديد الاجال هو الوضعية والتعامل مع الوضعية سيد رئيس جمهورية سيد ما يخص حقول الخطايا تعجيبية وسيلاسيس وقانون الشيكات خاصة ونطلق نصل التشريعي جديدة لتنقيح فسر مية وحدش المجال التجارية طيب نشكرك برشا سي خميس على الحضور ونعذر راني نعذر حميسك ونعرف قديش انت مبهوض وقديش ومنقنا حتى تستن لا بالقوانين لا بالدولة والبلوغ هذه نسمة تصبح ساعات النسمة تكون عاصفة شوية تكون شوية فيها ريح هذا هو الواقع حتى ما هو منجمس تكون لينين نسمة بالورود إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تجينا بالحلول إن شاء الله تجينا وتقول لنا رانا تخطينا وتجاوزنا ورانا مشينا في الحلول شكرا نحن نعمل على هذا برك الله شكرا لك وإحنا معكم شركة بخميسي فضلك نحن نمشي للنغم هذه وراجعين نعود نذكر بعد شوية نحلوا ملف آخر ما هو أقل أهمية نحكيه على الفلاحة نحكيه على السرقات عودة على السرقات الأخيرة اللي طالت بعض الفلاحين وتأثير هذه